أعود على عشر الصبح في الأهلي أهلا من كل حضراتكم في فقراتنا الطبية تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من البرنامج وزي ما قلت لكم في الانترو بتا حلقة النهاردة قلت لكم أن أظهرت الدراسات وجود ارتباط قوي جدا ما بين السمنة وما بين الاكتئاب النفسي وأثبتت الأبحاث اللي تعملت أن الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة بنسبة حوالي 25% للإصابة بالاكتئاب بالمقارنة بالشخص العادي عشان كده في فقرتنا دي عايزين نتكلم أكتر عن علاقة السمنة بالاكتئاب إحنا بقلنا فترة منتكلم عن إنعكاسات السمنة المفرطة على العظم وعلى الصحة العامة وعلى حاجات كثيرة لكن كمان فكرة أن يبقى فيه ارتباط ما بين السمنة وبين الاكتئاب لا ده موضوع مهم وعايزين نتكلم ونعرف كل تفاصيله من دكتورة إيمان المراكبي اللي منوراني في حلقتنا النهاردة يا صباح الفل يا صباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدين وإن شاء الله الناس تستفيد من اللي هنقوله النهاردة يا رب يا رب إن شاء الله لأنه طبعا هادك قادرة مني بكتير فيه ناس كتير قوي بتعاني من السمنة وقد يكون أغلبهم ده إن ما كانش كلهم ما فكروش ولو للحظة فإن السمنة دي إنعكاس على الحالة المزاجية بالزبط يعني ده موضوع مش هاي لأنه طول ما بيأكل بيشعر براحة وبيشعر بسعادة وبيشعر إن الدنيا كلها معايا وبعد كده بيوفاجأ بالكرسى بقى إن هو شكله بقى وحش إن هو الناس بتتنمر عليه ثقته بنفسه ثقته بنفسه طبعا تتهز لما يقدم في انترفيو ولا حاجة كتير قوي بيقولي مرضى يا دكتورة إحنا قدمنا في انترفيوهات وترفضنا عشان إحنا عندنا سمنة قالوا لنا روحوا خسوا وتعالوا فطبعا بتبقى يعني حتى الشغل مش هتعرف تشتغل طول ما انت شكلك مش حالو فإذا الموضوع مش بس نفسية ده نفسية ووضوية ومادية واجتماعية فإحنا لو فعلا انتبهنا للموضوع ده هنلاقي اللي اكتئاب يقل لأن فعلا اللي عنده سمنة عرضة للإصابة بالاكتئاب 25% أكتر من نزراءه اللي ما عندهمش سمنة فطبعا إحنا الحل إيه؟ الحل إن أنا ألحق نفسي لو أنا بدأت أحس إن أنا عندي زيادة كيلوهات كده بسيطة في الأول بحس إن ما تحصلش الكارسة ولاقي نفسي خلاص بقى 25 كيلو 30 كيلو والحاجات اللي الناس ما بتعرفش تنزلها تاني تاني حاجة التأثير على النفسية بيجي إزاي؟ إن أنا طول ما أنا شايف نفسي في المراية مش حلو مقساتي طبعا بتتغير لبسي مش عارف ألبس حاجة فتخيل حضرك كل ما تيجي ماشي يعني عايز تلبس حاجة رايح فرح ما فيش حاجة داخلة فيه فالشكل بيبقى صعب قوي وبعدين بالذات لو كمان الزوج أو الزوجة فيه فرق في الوزن بينهم يعني مثلا الزوجة مليانة قوي والزوج رفيعة أو العكس الزوجة رفيعة قوي والزوج مليان قوي فتحس بقى بيبقى الشكل في الآخر آه ما فيش تناسق يعني فإحنا نعمل إيه بقى علشان القصة دي؟ لازم نبتدي نساعد نفسنا وناخد حاجات طبيعية تساعدنا للنزول في الوزن وأنا ضد أي كاميكلز نحن رسا كنا بنتكلم قبل الفاصل على الكاميكلز أنا ضد الكاميكلز فبنتكلم على منتج آمن مكون من ألياف طبيعية واسمه بيستا تمام ده بيساعد جدا المرضى أنهم من نفسهم على فكرة أنت مش هازم تروح لدكتور دي المفاجأة بقى لأن الشركة بتاعة بايو ناتشرال هي قامت بكل حاجة عملت لنا الدكتور جابت لنا دكتور ببلاش وكورس كامل للتخصيص اللي هو يشمل البستا وحاجة اسمها قلبو مالتيفيت واستشارات في أي وقت واستشارات مجانية أسبوعية يبقى أنا كده يا سلام نتكلم بقى لكل واحد يحس الناس يبقى فهمة إيه اللي احنا بنقول عليه تخطي البستا ده عبارة عن ألياف طبيعية ثلاث ألياف رئيسية بيحتاجهم الجسم عشان ينزل في الوزن اللي هما السيليوم وردة الأمح والشوفان التلاتة دول الحقيقة بينظموا معدل إفراز الإنسولين في الجسم فده طبعا حاجة هيلة جدا بمعنى لو مريض سكر وماشي على أدوية وأخذ البستا ده هينظم له إفراز الإنسولين اللي ربنا عمله طبيعي في البانكرياس بطريقة طبيعية ممكن يساعده في أنه يقلل جرعات الدواء بتاعت السكر طبعا باستشارة الطبيب لأنه هيبتدي سكره يقل فالدكتور هيبتدي يقول له هو أنت بتعمل إيه يعمل دايت عامل حاجة لأن إفراز الإنسولين لما يطلع بطريقة ستادي أو بطريقة منتظمة ده هو علاج للسكر فإذن الناس لو اتبعت الكلام اللي احنا بنقوله هيساعدنا جدا في علاج السكر الكلام دا ينطبق على فئات عمرية معينة ولا الموضوع مفتوح الموضوع مفتوح ليه بقى لأن أنا عندي الطفل لو مثلا وزنه حاجة وستين كيلو مثلا ما بقاش خلاص سنه اللي هو بتاع السن بتاعه لا هو دخل في وزن أكبر يعني هو بقى الوزن بتاعه أضلت فإحنا بنقول من 13 سنة فما فوق لكن من خبرتنا نحن ممكن نستخدمه في أقل من كده طالما الوزن جامد يعني طالما تخطى الستين يبقى أنا كده بتكلم في أضلت أنا بتكلم كده في حد بالغ حتى لو هو ما بلغش أيه فهمت بس سقصه دي وزنه حطه في الفئة دي حطه في الفئة دي طلعه سن عمري أكتر يعني بقى أكبر سنة يعني طيب إيه تاني الحاجات اللي مهمة قوي إنه بينفش في المعدة البستة اللي هو الألياف دي وبتملى الفراغ بتاع المعدة بيتفضلي حبة صغيرين قوي اللي هما أقدر آكل من خلالهم الفطار والغداء والعشاء لأن إحنا بندي قبل الفطار والغداء والعشاء بنص ساعة كيس على كباية ماء والكلام ده ينطبق على أي معدى أيا كان حجمها أي معدى أيا كان حجمها المصدماني من إنه هو ما بيقفلكيش المعدة كمالة مثلا ما هو إحنا مش حايزينها تيفل كامالة يعني يحييز دابة دياب منين بقى بالزبط كما أنا أقول لحضرتك هو بينفش لغاية ما يملأ تلت تربع المعدة ليه؟ بيسيب لك ربع المعدة لأن إحنا زي ما اتفقنا من 13 سنة لفهمة فوق عادة المعدة بتبقى حجمها في السن ده نفس الحج فإلا بقى زي ما قلت لحضرتك اللي هو عنده سمنة مفرطة المعدة بتتمدده ممكن تبقى أكبر شوية يعني دا متراع في مكوناتكم طبعا طبعا بحس إن محدش يبقى فيه أي مشكلة منه وهو ألياف طبيعية فإحنا بناكل ألياف طبيعية دي حاجة محتاجة جسمي مكمل غذائي مش بدي حاجة كيميكال ضرة أو تأثر على المخ أو تأثر على أي مراكز شبع أو الكلام ده هي بتأثر إزاي لما بينفش الفايبرز دي جوه المعدة بتخليني أكل كمية صغيرة يبقى أنا كده غصبت نفسي إن أكل كمية أقل من اللي أنا كنت باكلها ومع الاحتفاظ بفكرة إن أنا لو عندي شاهية تجاه أكلة معاينة مش هحرم نفسي منها بالضبط غاية ما هونيلك هاكون منها مقدار أقل بس صحيح يعني بالبلد دي كده كلمة اللي بيقولوها اللي هو الناس اللي بتحب الرمرامة دي أيوة هيلاقوا نفسهم آه يعني نفسهم راحت لحاجة مفيش مانع ليه بقى؟ لإن أنا أقللت الكالوريز اللي متاخدها طول اليوم طبعا فأنا كده ماشية يعتبر بريجيم الكالوريز وماشية به أنا كده أقللت كميات للربع تقريبا بالضبط وكأنه عامل زي الصيام المتقطع وهنا مش باكل كمية كبيرة فأنا متماشية مع كل أنواع الدايت يعني ما عنديش أي مشكلة اللي ماشية على الكيتو ممكن شوية اللي يأكلهم هيكلهم بروتين يبقى كده أنا ماشية كيتو اللي ماشية الصيام متقطع ياخدها قبل الوجبة بتاعة الفطار يبقى أنا كده ماشية الصيام متقطع يعني أقصد ما بتعقشي أي نوع من أنواع الدايت نهائيا بس هو يعني يعني بتهيأل المنطق يقول إن معاها الواحد مش محتاج يعمل دايت ولا إيه جميل ما هو الواحد مش معاها مش محتاج فعلا لكن فيه ناس بتبقى عايزة شاب يعني عايزة عضلات مثلا الدهون متكومة في أماكن بعين واحدة في بطنها مثلا عندها شوية دهون مترقمة واحدة الدرعات الرجلين الكلام ده كل فهي بتبقى عايزة تخلص من الدهون دي فإيه اللي يحصل نقول لها لو نعمل دايت كمان معاها نوصل للشاب اللي احنا عايزينه من غير ما نعمل عمليات نحت ومن غير ما نعمل أي جراحات يبقى ساعتها هتاخد بروتين في الوجبة اللي مطلوبة وتمنع خالص السكر والنشويات هتلاقي نفسها وصلة للشاب اللي هي عايزة بمنتهى السهولة حتى من غير رياضة أنا مش عارف أستوع بالدكتور إيمان فكرة عمليات النحت عمليات صعبة قوي يعني مش عارف أخضمها الحكاية دي تشفية تحس آه بالضبط يعني حاجة صعبة يعني واحدة دخلت تتشفى يعني صعبة قوي صعبة جدا لأن طبعا أي عملية لها مخاطر البنج الكلي ليه مخاطر ياما ناس دخلت عمليات من غير لازمة وماتت ومنه فنانين على فكرة ونسكوا طبعا فنانين رحمة الله عليهم بسبب أن هم دخلوا آه كان في لازمة شكلا لكن سبحان الله لو كنا مشينا بضايت واتبعنا رياضة وعملنا حاجاتنا كان فيه وسائل أخرى ممكن نوصل لنفس النتيجة من غير ما نتعرض لبنج الكل لأن البنج الكلي ما تضمنش أنت يا صابت يا خابت برضه يعني آه عندنا أساد التخدير ممتزين لكن فيه حاجات بتحصل بتبقى خارج إرادة الدكتور نفسه جوه قط العمليات فليه أعرض نفسي وأنا عندي حلول سلمية وبديهية وآمنة فإذن أنا بنصح الناس أن هي تاخد البستا وخصوصا أن بينزل معايا في الكورس اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه مالتي فيتامين ده مهم برضه أه طبعا ده بيساعدني أن أنا ما يحصل ليش بهتان في البشرة ولا إجهاد وإرهاق وخمول وهزيان الحاجات اللي الناس دايما لما بتعمل دايت وصحبة دايما للدايت القاضي آه يقول لك أنا ما فياش نفس أنا مش قادر ما فياش طاقة لا الحاجات دي كلها عشان فيها مالتي فيتامينز بتحسن الطاقة والإرادة والتركيز والكلام دا كنتحس بفول باور خبير فإذا الاتنين مع بعض الكورس إزاي ما احنا شايفين على الشاشة القلب مالتي فيت كل مجموعة فيتامين بي كومبلكس كلها موجودة بالكامل به واحد وثلاثة وخمسة وستة ده حسن الفيتامين ده بذات النجم كده بين بقية الفيتامين طبعا طبعا ده مصر ده مصر ده إله الفيتامينز في مصر ده كل عياني في الشر العيادة يقول لي هتكتبي لي حقنة فيتامين بيه ولا لا إن الفيتامين بيه ده لو خدته هتبقى هيركليز هتواجد عنه بالضبط جدا اللي عنده السكر بياخده هو طبعا الفيتامين بي مهم المرضى السكر جدا مهم قوي للي ما عندهوش طاقة واللي عنده خمول اللي عنده تساقط شعر دايما اللي عندهم تساقط شعر لقيت الدكتور يكتب فيتامين بي فهو ده الجوكر طبعا ده جوكر الفيتامينات ايه تاني معاه بقى الفيتامين سي الزينك النحاس الحاجات دي كلها مهمة جدا لصحة الشعر والبشرة والأظافر الحاجات دي احنا بنفقدها لو كنا عاملين دايت قاسي لازم بنفقدها طبعا 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 لان الجسم هو بيحرق ممكن جدا يفقد معادن وفيتامينز وللأسف احنا محتاجين الحاجات دي في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وعمليات الايد بالجسم الفيتامينز مهمة جدا اللي هو المحفزاتي زي ما بيقولوا ده المحفز اللي بنشط الحاجات دي كلها وكمان ما ننساش ان البستا معا كروميوم كروميوم دا بيزود الحرق فاحنا لعبة الحرق في المصريين عندنا كلنا مشكلة في الحرق الناس ما بيتمارس رياضة الناس كتير عندها غضة درقية كاسلانة الكلام ده كله بيأثر لي على الحرق فطبعا الكروميوم فيه البستا ومعاه قولنا القلب مالتي فيت اللي اتنين ككورس ومعاهم هدية علبة فيتامين دي مهمة جدا جدا ودي مجانية للي هيطلب الكورس على بعضه وممكن ان اديشن بقى ان احنا نطلب الجرين كوفي نازل منتج جديد اسمه القهوة الخضراء وده طبعا برضو جوكر في الحرق برضو بيتقال اسمه كتير في حالات الرغبة في عمل دا بالضبط كده ده بقى اشوف يعني هم بصراحة شركة بايو ناتشرال محربة كل السمنة بطرق الحرق اي حاجة بتحرق الدهون بتنظم افراز الانسولين تملى المعدة تماما بحيث ان انت تشعر بالشبع ولا تحتاج ابدا ان انت تمشي تاكل في اي حاجة موجودة قدامك فاذا يعني بجد بجد شابو اه يا اعداء الكروش ايوا بالضبط كده نحن اعداء الكروش الكرش اللي كان لواحد يقعد يربيه على العز وعالغالي وعلى رأي الفنانة في الفيلم اللي بتقولك الرجل من غير قرش ما يسواش ولا من غير كرش ما يسواش قرش كانت صفافة موجودة عندنا في وقت بالوقات ده حقيقي فيلم اكس لارش فيلم اكس لارش اه اه قالتها دنيا سمير يعني قالت لما جت بتدفع عنه ويه كانت مش مقتنعة خلي بالك ده بس عشان الاحراج والتنمر نتكلم عليه فيه نقطة مهمة ان الرقم الوحيد اللي للشركة بايو ناتشرل هو اللي موجود على الشاشة وليس لهم اي ارقام اخرى ولا وكيل اخر هو الوكيل الحصري لازم تصب الرقم ولا ممكن اريد في الصيدليات موجود في الصيدليات ولكن اللي عايز للسهولة في ناس كبارسن مش قادرة تنزل الديليفري بيعذبه يبقى عن طريق كول سنتر والشركة هتوصله لغاية البيت وطبعا زي ما قلنا الكورس المراضي نازل عليه فيتامين دي هدية نازل عليه متابعة مجانية لكل اسبوع يبقى اذا المريض مش محتاج يروح لدكتور وكمان فوقهم القهوة دي ممكن المريض يطلبها عن طريق الكول سنتر يطلب القهوة الخضرة جرين كوفي حس كده بقى يبقى نتابع مع حضرتك حالة الأستاذ إبراهيم اللي كان عنده مشكلة سابقة مع سمنة ونشوف إيه اللي حصل معاه بعد ما أخد بيستا فضل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كانت بطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصية بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا زي الفل هاي السيد براهيم كان حظه زي الفل والدريا زي الفل بروفو علي بروفو علي وكم فيه سيد اللي بنستعرضها الحقيقة أعتقد أن فيه ناس بيعد إحياءها من جديد آه طبعا طبعا أنا يعني بصراحة أنا بشوف المرضى بعد ما بيخسوا نفسيتهم بتبقى عاملة إزاي بما أن حلقتنا عن الاكتئاب ده بيتعالجوا ده فيه ناس بوقف لهم الأدوية يعني مجرد ما يخسوا يبقوا شيء بحلو خلاص بقى هي بتبقى من نفسها بقى تبتدي تروح جيم تبتدي تلبس الفستين الحلوة اللي هي عايزها نفسيتها بتبقى حلوة بتبتدي تقول لي خلاص يا دكتور إحنا اللايف ستايل ده مش موجود عندنا في مصر يعني مش كل الناس بتتبعوا زي بره بره بيعلمهم الجيم من وين تأدي كده بتروح الجيم ابتدينا مؤخرا يمكن الأجيال الجديدة عشان السوشال ميديا بقى والصور والساشنز والفوتوكووتس والحاجات بالضبط فشوية بتدوا يهتبوا بتدوا يعملوا كده بس كبار السن بقى هم اللي إيه اللي لازم من خلال القصة دي هكأنهم راحوا جيم ولعبوا وعملوا كل حاجة طبعا طيب هستأذنك بقى نروح معاكي لشوية أسئلة يعني جبناها من صفحة بايو بيستا بايو بيستا على الفيسبوك ونجاوب الناس بقى عليها في سؤال منهم من أستاذ رمضان محمود بيقول أنا عندي 49 سنة وعندي الضغط فهل مناسب لي أن أنا أخذ كورس بيستا ولا لا طبعا بطمن حضرتك ودهي خلينا نسالك على الأمراض المزمنة عموما بالمرة طبعا بطمن حضرتك والضغط والسكر مشاكل القلب كل كلام ده لا تمنع ليه وكلسترول ده بالعجزة كلسترول هيقل لأن احنا بناخد ألياف فبنقلل يعني قللنا في كل وجبة أننا أخذ دهون أو أخذنا شويات فبالتالي كلسترولي هتضبط يعني بالأول مع الأدوية يعني مصلحة من كله مصلحة من كله حتى مرضى القلب واللي عاملين قلب مفتوح والكلام ده كله مفيش ما يمنع نهائي لأن ده أنا بدي لك مكمل غذائي ده أكل هل الأكل فيه خطورة؟ لا طالما هو صحي ما فيهش خطورة طيب طيب ده سؤال السيد رمضان فيه بقى ريهام أحمد بتقول بنتي عندها عشر سنين وزنها 68 كيلو وشعرها بيقع بشكل كبير فهل لو ديتها الكورس حينزلها الوزن ولا لأ وهل حيعالج لها شعرها برضو ولا لأ أكيد احنا لسه قيلين يعني الطفل اللي عنده عشر سنين بوزن 68 ده دخل معايا في كاتيجوري تاني ده دخل معايا في العشرينية على طول فممكن جدا تاخده مفيش مشكلة وشعرها يتحسن جدا لو أخدنا برضو معايا القلب مالتي فيت زي ما قلنا البستة تاخد معايا القلب مالتي فيت على طول التساقط بتاع الشعرها يروح تمام طيب سؤال بعد كده من فادي عزيز بيقول أنا عندي 31 سنة وزني كان 109 أخدت الكورس ووزني بقى مناسب جدا هل لو وقفته دلوقتي أرجع عزيز تاني ولا لأ ده اللي احنا بنقوله بقى الوزن لازم يوصل ايديال ايديال يعني ايه يعني الراجل نموزاجي من وجهة نظر نموزاجي لا من وجهة نظر دكتور التخزية فعشان كده لو هو اتصل وطلب الكورس بتوعية التخزية هيشوفه وزنه وطوله ويقولوله دبعا مجاني او مش تمام مجاني كده تمام ولا مش تمام وهل نقدر نوقف دلوقتي ولا نستنى شوي طب تاني حاجة هو انا في مشكلة لو مشيت عليه على طول سنتين تلاتة لا مفيش مشكلة ليه لان زي ما قلنا ده خلاص انا مش قادر شهيتي ما بعرفش الام نفسي هو ده بيكبرني الام نفسي بالحفية طبعا فما عنديش مشكلة يا رب لو مشيت عليه طول العمر وفيش مشكلة طيب قول فت محمود تقول انا ولدت ابني من سنة ووزني 125 كيلو وبحاول امشي على دايت بقى دي فترة طويلة وما فيش نتيجة فهل هل متاح ان انا اخد كورس بيس اثناء الرضاعة اه طبعا طبعا الياف طبعية ما يتعرضش يعني خالص الياف طبعية معاها كروميوم مواد كلها ناتشرال عليها فيتامين سي كل الكلام ده هي اللي بتردى ما تاخدش فيتامين سي وشوية الياف لا عادي خالص طيب والفيتامينات ده بالعكس ده تاخد القلبو مالتي فيت كمان لان اثناء الرضاعة الام بتحتاج فيتامينز لان الرضاعة برضو بتوقع الشعر على فكرة اكيد توقع الشعر والاضافر تبتدي تتأصف والبشرة تبقى بهتانة والإرحاق والإجهاد والكالسيم كتير مسحوب من جسم والكالسيم طبعا كل بيبي بياخد من عضم الام طبعا فكل الحاجات دي كلها متوفرة فما فيش اي خطورة من ان هي تاخد الكورس مع الرضاعة طيب هل في نصيحة عامة تحب نختم بها لقاءنا ده هل في مثلا حاجة معينة حديك بحكم تخصوصك وخبراتك السابقة خدتي بالك منها مفهوم خاطئ عند البعض فيما يتعلق بمسألة السمنة والتعامل مع السمنة طبعا الفكرة ان المفهوم الخاطئ انه احنا ولادنا صغيرين دايما عاوزينهم مبطبطين يعني يعني اول ما تلاقي طفلة كده يا رفيع هو انت يا بنتي مالك مسانكحة ليك كده دي مسانكحة بنتك اكليها المسأل حتى في ناس يقولك اعملي بقك حصالة يعني لا تكل اي حاجة تقبلها الكلام ده غلط يا جماعة لازم نربي ولادنا على مفهوم الصحة وان السمنة دي مش حاجة كويسة ان حتة ان انا بنتي تبقى زي البطة كده وزغطها المفهوم ده غلط لازم نعلم ولادنا من الاول ونربيهم على كده ندخلهم جيم نعلمهم الرياضة نعلمهم الديت المفهوم ده من وهي صغيرة هتكمل عليه مش هنحتاج لأي حاجة بعد ذلك ده خير ختام لفقرتنا النهاردة لحدك نورتينا وشرفتينا فيها بوجودك بشكورك جزيل الشكر واكيد بشكر حضراتكم ومشاهدينك كل مكان على حسن متابعاتكم لنا ان شاء الله يتجدد اللقاء بكرة بإذن الرحمن وحلقة جديدة وعشر صبح في الأحلي إلى اللقاء